أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاقات الصداقة المصرية البلجيكية المتينة والممتدة معاربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها لأسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع الملك كالويس فليب ملك بلجيكا خلال وذلك بمقر القصر الملكي ببروكسل وصرح متحدث الرئاسة بأن الملك فليب رحب برئيس السيسي في زيارته الأولى لبلجيكا مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي ومؤكدا حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات كما أشهد الملك فليب بدور مصر المحورية على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمية